هذا وحضر وزير الخارجية من مخاطر اكتياح إسرائيل برية لمدينة رفح الفلسطينية وطالب شكر إسرائيل بالامتناعي عن مثل هذه الخطوة مؤكداً أنها ستسهم في مضاعفة أعداد الضحايا المدني نحن نحذر كما يحذر غالبية أعضاء المجتمع الدولي من مخاطر اكتياح رفح عسكرياً واحتمال أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة عدد القتلى من المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال ولكن كما قلت المطالبة اللفظية والدعوة اللفظية لا تكفي ربما لإقناع بضرورة الامتناع عن هذه الخطوة ولكن يجب أن تكون هناك عواقب وأثار في حالة ألا يتم تمشي مع ما هو متفق عليه لدي أعضاء المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر